الغاية من السؤال يقول لك هل هو آمن لمرضى القلب؟ آمن للجميع بما فيهم مرضى القلب مرضى القلب احنا ننصحهم يعني الشيء اللي ودي أقوله أن التطعيمات التي تعطى للمرضى تعطى للناس التي فيهم أمراض مزمنة أكثر من غيرهم يعني الألزم فينا احنا أن نختار بداية مرضى القلب ونعطيهم تطعيم قبل الثانين فهو بكل تأكيد آمن يعني كل العالم الآن لما يعطي تطعيم للناس يبدأ في التطعيم لكبار السن لمرضى القلب لمرضى الرئة فمرضى القلب طبعا التطعيم آمن لهم وهذا تم دراسته في كل الدراسات دراسات ليست المرحلة الأولى المرحلة الأولى كانت في ناس صاحين المرحلة الثانية والثالثة من الدراسة كانت في الجميع وكان من ضمنهم مرضى قلب ومرضى ضغط ومرضى سكر وكلهم يعطوا التطعيم بدون مضاعفات جانبية